ما بالك إذا كانت حاجة مؤلمة جداً صحيح حتى ولو يقولوا لي أني سيدك الفنان حبيناه وكانت رحتي عليه هذك سؤال لا والله أني سألت مرة سمعت واحد محسوب على الإعلام ما قدرتش نقول زمين يقولوا وش كان شعور كيف وفيت الوالدان تعني هذك شفناها شفناها وحتى تعودت هذه الحكاية مع الطفل الربي يرحمه تاع ابن بو زريعة لما ندبحها وهذه نتأسف لها ويعني بعض الصحفيين يعني باش يجيبوا البوز اللي كنا نتكلموا عليه قالوا وش حسيت لما شفت الأخ تاعك يتدبح يعني صراحة أنا لو كنت رئيسة تحرير كنت هذا كان يدي يعني عقوبة ولكن مش عقوبة سهلة عقوبة يعني صارمة وصارمة جداً لأنه هذا سؤال ما يتطرحش لطفل شاف الأخ تاع ويتدبح وإحنا يعني ما شفناش وما قدرناش نتصوره هذك يعني الحادثة اللي إن شاء الله هذك الحديثة وما نزيدوش يعني منها لأنه يعني مؤلمة جداً قاعد وش كنا نشوفه في الأفلام الرعب راهي موجودة الآن في المجتمع رايتنخر المجتمع الجزائري فلو كان كنت رئيس تحرير ويجيب لي صوناغ يعني يقول لك ما يجوش في النشرة وما يجوش في اليوتيوب وعني يقول لك أنه صحفي راح نعاقبه منطقي اشتركوا في القناة